موسيقى نسأل سؤال اخر ماذا سيحدث هذا الصيف لاحظنا انه في انقطاعات للكهرباء في اماكن عديدة طيب يا جماعة ده احنا لسه في اول الربيع لسه ما قولناش تاكيفات المصانع بتشتغل بنصف طاقتها في بعض المصانع الاسمدة افلت بالفعل وبتبقفلوا شفتات كتيرة في اعمالهم فماذا سنفعل وماذا سنفعل للمستثمر الجديد ده سؤال مهم جدا بدون طاقة لا استثمار طيب مين معنا طيب ممكن نخرج فاصل طيب معي على الهاتف قال استاذ حمدي عبدالعزيز متحدث باسم وزارة البترول مساء الخير يا استاذ حمدي استاذ حمدي مساء الخير مساء الخير استاذ الميس اهلا بيك اخبار امدادات الطاقة ايه اخبار الوضع ايه لان احنا بتدينا نقلق من انقطاعات الكهرباء المتزايدة والاكيد انقطاعات الكهرباء دي يعني سببها بيبقى اه تأخر امدادات الطاقة للمحطات هو مش ده السبب الوحيد بس عادينا نوضح في عدة اسباب منها احنا كنا طلعنا بيان صحفي وقلنا في ان بعض فيه سيانات وبعض التوقفات الطارئة في بعض الحقول تعرف حضرتك احنا عندنا حقول الغاز في المياه العميقة وفيه ساعات يحصل فيها تتوقف الطريقة وطلعنا بيان فعلا كلام ده كان يوم الاربع اللي فات وقلنا ان فيه ضغوط اشتغلت شوية وده اثر على المحطات لكن تم تداروكها لكن انا عايزة طب من حضرتك فيما اتعلق بالقطرة القادمة نعم لان الناس متخوفين احنا عندنا حضرتك وزارة الكهرباء بعت احتياجاتها بالنسبة لشهور الزروة الصيف اللي هي في يوليو اغسطس حوالي مئة سبعة اربعين مليون متر مكعب مكافئ من الوخود منهم حوالي خمسة واربعين مليون متر مكافئ مزودة وصالة والباقي غاز طبيعي احنا فيما يتعلق بالغاز الطبيعي احنا عندنا فجوة ما بين الانتاج وما بين الاستخدام على الفور احنا خلال الفترة ده فاتت تم حضرتك عدد اجراءات عشان مواجهة الصيف وزيادة معدلات الغاز الطبيعي اللي تم التعقد على سفينة لعادة تغيير الغاز الطبيعي المسال لانه بيجي غاز مسال وتم الاتفاق حضرتك مع مينة السخنة والمركب في خلال ايام بسيطة حتيوصل والمركب دي حضرتك تقطع حوالي خمسمائة مليون ادم مكافئ في اليوم احنا تعقدنا بالنسبة لشحنات الغاز الطبيعي المسال تعقدنا مع شركة سونطراك الجزائرية في ست شحنات هيبدأوا ييجوا من شهر ابريل لغاية ستمبر بمعدل شحنة كل شهر وفي نفس الوقت تعقدنا مع شركة جاز بروم الروسية تعقدنا معهم على شحنات لمدة خمس سنوات حوالي خمسة وتلاتين شحنة بمعدل سبع شحنات كل سنة عملنا مزايدة عالمية من خلال الشركة القابلة للغازات تم توقيع عقود مع شركات عالمية 49 شحنة عايزة طمن حضرتك ان هذه الشحنات الغاز الطبيعي المسال تبدأ في الوصول تباعا خلال شهر ابريل القادم وفي نفس الوقت عشان نقضي كمان نغطي اكتياجات المصانع لانهنا فعلا عندنا فجوة والكهرباء اعتمادها الكبير على الوقود وخصوصا الغاز الطبيعي وانت حضرتك عارفة ان التلات سنين اللي فاتوا دول كلهم ما حصلش تنمية بالنسبة لحقول الغاز والاكتشافات الموجودة على الفقه في نفس الوقت ده صاحب ان عندنا في حضرتك هيعج اسمها الانخفاض الطبيعي في حقول الغاز الغاز بيبقى حضرتك في بداية معدلات الزروة وبعدين انخفاض طبيعي في الحقوق احنا للأسف في حال الفترة اللي فاتت الثلاث سنين اللي بعد استورها مباشرة مفيش تنمية للحقول المكتشفة في حقل كبير جدا اسمه شمال اسكندرية ده حضرتك كان المفروض ان هو ينتج في عام 2014 منتصف 2014 السنة اللي فاتت نتيجة لحضرتك الاعتراضات وتم ايخاف المشروع وبالتالي ضع حوالي 900 مليون ادم مكعب يوميا من هذا المشروع الحمد لله ان احنا في حضرتك تم تعديل الاتفاقية مؤخرا وشركة بيبقى ان شاء الله هتبدأ في الانتاج بداية الانتاج هيبقى 2017 2018 وده هيدخل حوالي مليار ومتين الف ادم مكعب في اليوم يعني احنا برضو هنفضل لسه في الازمة من احنا حضرتك سنتين طبعا لحد ما احنا حضرتك حطين في فجوة حتى عام 2020 طبعا في فجوة حتى عام 2020 وده نتيجة الاربع سنين العجاف اللي مرنا بيهم سواء من اعتراضات حصلت وناس مش عايزة الحقول دي تشتغل او من تراكم للمديونيات او غيره في النهاية انتهينا انه كل المستثمرين الاجانب الشركاء لم يكنوش بيشغلوا في التنقيب طبعا في التنمية فيه غاز فعلا موجود حضرتك وفيه اكتشافات اوليدي موجودة في اكتشافات جديدة في غرب البحر متوسط في البحر متوسط مزبوط وبعدك يا أستاذ اناميس لم يتم توقيع اي اتفاقيات بترولية حضرتك منذ منذ خلال 30 سنة احنا الحمد لله منذ نوفمبر 2013 حتى الآن وقعنا 56 اتفاقية بترولية هذه الاتفاقات هجيبسي مرة بس عزالة فترة 3-4 سنوات هو دي 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 مشكلة اه طبعا تمام تمام اه اه بشكرك اذا حالك بتطميني انه رمضان مش هيبقى الدنيا اه مش هتقطع علينا الكهرباء والصيف مش هيبقى كما هو الصيف الماضي وانه فعلا اه الوضع مش هيبقى زي زي السنة اللي فاتت ان شاء الله اختار قطاع البترول حيقوم بدوره فيما يتعلق بالكميات المطلوبة من وزارة الكهرباء فيما يتعلق بالوقود وان شاء الله قطاع البترول حيقوم بدوره ويوفر هذه الكميات المطلوبة بشكرك جدا استاذ حمدي عبدالعزيز متحدث باسم وزارة البترول